أهلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجالكم بمقطع جديد ومقطع زلها بطوة المقطع اليوم راح نتكلم عن تباعات إعلان جي تي اي سيكس ايش صار في العالم ما بعد جي تي اي سيكس وترالرها التاريخي هناك تحطيم أرقام جينيكسية نيوز واير تيك تو انتراكتي في الشركة الأملي روكستار جيمز إضافة إلى كلام سام هاوزر نفسه لا تنسوا الزر اللايك يا رجال اللايك جدا مهم في هذه الفترة أما الآن اربطوا لحزمة وخلنا نخش سويا في المقطع طبعا ليلة التريلر 4 ديسمبر تيك تو انتراكتيف قامت بنشر هذه المقالة أو النيوز واير وبالخط العريض في أول سطر كاتبين روكستار جيمز تعلن عن جران ذيفت أوتو في آي وهي قادمة 2025 من العنوان فقط نقدر نتأكد على طول أنه وردا على كل واحد كان يقوله أنه جي تي اي سيكس ما رح يكون اسمها جي تي اي سيكس أو جي تي اي في آي وإنما يعني مثلا جي تي اي امريكنز أو فيت سيتي تو لا 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 اسم اللعبة رسميا جران ذيفت أوتو في آي وفي آي تعني الرقم ستة في الحروف الرومانية اللي تحبها روكستار جيمز وبما أنهم اكتفوا فقط بعبارة 2025 وما حشروا نفسهم في مدة معينة مثل ما حدث مع ريدة ريدمشين تو لما قالوا فول 2017 لما شافوا أنهم ما يقدرون أنهم ينزلوها في الوقت اللي أعلنوا عنه اضطروا إلى التأجيل هذه هي كانت مشكلة روكستار جيمز مع تأجيل مشاريعها سابقا أنهم يحشرون نفسهم في مدة معينة لكن مع جي تي اي في آي فقط قالوا 2025 بدون ما يحددون أي حاجة يعني ممكن تكون بدايتها منتصفها أو حتى نهايتها فروكستار جيمز رح تحدد متى بالضبط رح تصدر اللعبة لما يكونوا جاهزين 100% بدون ما يحشرون نفسهم في موقت معين مما يضع لنا احتمال أنه والله جي تي اي سي اكس فعلا من الممكن أنها تنزل بدون ما تتأجل زي ما صار في ثلاث أربع ألعاب روكستار جيمز بعدها كملوا وقالوا أنه جي تي اي سي اي سي اكس قادمة إلى أجهزة البي اس فايف الاكس بوك سيريس اكس والاس بدون ذكر البي سي يعني يا حقين البي سي الله يعينكم مبدئيا جي تي اي سي اكس رح تصدر على البي سي في الفين وستة وعشرين أو حاجزي كذا بالنسبة للأشخاص اللي كانوا يتمنون انه جي تي اي سي اكس تكون على البي اس فور والاكس بوكس ون أساسا بمجرد ما يعني انتم مفروض تبرمجون الأمر زي كذا بمجرد ما تشوفون التريلر وقال دي ايش كان قوي انكم ما تتحمسون انها تنزل على أجهزة الجيل الماضي جي تي اي سي اكس رح تكون فقط للجيل الجديد بي اس فايف والاكس بوكس سيريس اكس والاس سام هاوزر طلع في نيوز واير تكتو انتراكتيف وذكر انه نحن متحمسون لمشاركة هذه الرؤية الجديدة مع اللاعبين في كل مكانه وعلى طاري سام هاوزر موقع رودستار جيمز اخيرا اللي انتظرناه كثير ودائما كنا نخش على دومين جي تي اي في اي ظنن مننا انه والله من الممكن انه يوجهنا لموقع جي تي اي سي كس وما شبه ذلك الموقع اخيرا يعني اصبح متاح وجاهز وبكل بساطة ذكروا انه جي تي اي سي كس تم الاعلان عنها رسميا زي ما تشوفون رح تكون في ولاية ليو نايدا والمستوحى من ميامي او من فلوريدا تحديدا ولاية فلوريدا وانه اللعب قادم على البي اس فايف والاكس بوكس سيريس اكس والاس وهي قادمة الفين وخمسة وعشرين المعلومات اللي وفرتها روكستار جيمز كنيوز واير لحد الان قليلة لكن من المتوقع في الفترة القادمة والشهور القادمة انه نفس الموقع يضاف له معلومات زيادة 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 بمجرد ما تنزل التريلرات والجيم بلاي والتعريف بالشخصيات والى اخره طبعا التريلر جي تي اي سي كس حطم ارقام تاريخية كثيرة وكثيرة جدا حرفيا كل يوم اعدي او حتى كل ساعة تعدي تلاحظ انه كاسر له الرقم جديد لدرجة انه خشموا سوعة جينيس تقريبا مرتين الى ثلاثة مرات في اول 24 ساعة من صدور التريلر على سبيل المثال احد الارقام اللي حطمها هي انه تريلر جي تي اي سي كس اصبح اول فيديو في تاريخ اليوتيوب غير غنائي يحصل على هذا الكم الهائل من المشاهدات في اول 24 ساعة اول 24 ساعة تريلر جي تي اي سي كس شاب اكثر من 91 مليون مشاهدة هازما رقم مشاهدات فيديو مستر بيس سبعة ايام في البحر واللي جاب له قرابة 46 مليون مشاهدة في 24 ساعة تقريبا تريلر جي تي اي سي كس هزم هذا الرقم مرتين طبعا رغم انه هذا الرقم تاريخي الى انه للاسف لم يستطيع هزيمته اول فيديو سواء كان غنائي او غير غنائي يحصل على اكثر مشاهدات في اول 24 ساعة واللي كان احد اغاني بي تي اي س وثمانية مليون مشاهدة لكن روكستار جيمز وتريلر جي تي اي سي كس يحتل المركز الثالث في اعلى الفيديوهات مشاهدة في تاريخ اليوتيوب في 24 ساعة سواء كان غنائي او غير غنائي ومتأكد انه ما في اي لعبة في العالم رح تنزل مستقبلا ممكن تحطم هذا الرقم روكستار خلدت في التاريخ مع تريلر جي تي اي سي كس ايضا تريلر جي تي اي سي كس هو اكثر تريلر في تاريخ اليوتيوب في فئة التريلرات حقق لايكات على الاطلاق بقرابة العشرة مليون لايك زي ما تشوفونه الرقم كان تحت سيطرة تريلر الافينجر انفينيتي وور واللي جاب اربعة مليون لايك في ستة سنوات تخيلوا انه تريلر جي تي اي سي كس هزم هذا الرقم في اقل من عشرة ساعات حاجة مرعبة يا رجل لدرجة ممكن ما تتخيلها اقرب تريلر لعبة جاب لايكات بهذا الشكل كان تريلر باتلفيلد ون واللي جاب اثنين فاصلة اربعة مليون لايك تخيلوا اثنين فاصلة اربعة مليون لايك اقرب منافس لروكستار جيمز وتريلر جي تي اي سي كس اللي جاب عشرة مليون لايك يا لطيف تحسبون التريلر اكتفى هنا لا وبناء على موسوعة جينيس قبل ما التريلر حتى يكمل اربع وعشرين ساعة والتغريدة هذه نشروها واللي ذكروا فيها ان تريلر جي تي اي سيكس هو اكثر تريلر للعبة فيديو مشاهدة في تاريخ اليوتيوب كامل في اربع وعشرين ساعة بل في اليوتيوب كامل ومن باب التذكير تخيلوا ان تريلر جي تي اي في في اثنى عشر سنة للتو وصل الى مليون وثلاثة مشاهدة زي ما تشوفون بينما تريلر جي تي اي في اي تعدى ذلك الرقم باثنين وعشرين مليون مشاهدة في اقل من ثلاثة ايام يا لطيف يا رجال على ارقام تاريخية جدا نحن قاعدين بدون مبالغة كذا نشهد كتابة التاريخ امام اعيننا روكستار جيمز بنفسها ما اكتفت بتحطيم الارقام لانه كذلك نشروا التريلر في منصة ايكس بحثا على كسر الارقام اكثر واكثر واكثر وجاب لهم اثنين وثلاثين مليون مشاهدة في غضون يوم واحد يا رجل ايش هذه التقاوى والعنترة اللي وصلت لها روكستار كيمز ما تدري هل هي ثقة عمياء في المشروع ولا كذا فقط طناخة والاكيد الاكيد الخيار الاول وهي ثقتهم الكبيرة جدا في هذا المشروع فنعم يا اخوان تريلر جيت اي سيكس مو فقط كان اسطوري كمشاهد بل انه حقق ارقام تاريخية جدا وسعيد صراحة اني حضرته من البداية الى النهاية رغم انه تسرب وصارت له بعض المشاكل جدا جدا ارباح تبغاها مشاهدات حرفيا حقق اشياء جدا جدا كبيرة متأكد لو انه ما تسرب كان حقق مشاهدات اكثر من كذا بكثير لكن صار اللي صار وروكستار كيمز تصرفت بناء على ذلك ونجحت فيها بشكل ممتاز وتقريبا يا اخوان هذا هو مقطع اليوم وفيه شفنا ما بعد جيت اي سيكس وتبعات ما حدث بعد تريلر جيت اي سيكس شاركونا اراكم في خانة التعليقات على جميع النقاط اللي شاركناكم مياها تبقيوا صنع معاكم نهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة سلام عليكم اشتركوا في القناة